رقم خمسة طيب كل ده يوسف كلام جميل لكن التجار في بعضهم ابن حلال وفي بعضهم ابن حلال برضو بس جشع وفي اللي جشع حبتين وفي اللي جشع ثلاث حبات وفي اللي بيخزن وفي اللي بيرفع أسعار فين الدولة أين الدولة من هذا الموضوع أقولك يا سيدي أين الدولة عشان برضو بيطلعوا الناس يقولك آه عملين كل شوية يقولوا لنا المواطن يعمل المواطن يساوي هو أنا وإنت علينا مسئولية مفيش خلاف بالمناسبة يعني بس الدولة عليها مسئولية وهقولك كمان لا ده الدولة مسئوليتها أكبر لأنها الدولة تعال نشوف الدولة عملت إيه هل وقفت الدولة مكتوفة اليد ولا الدولة اشتغلت أنا برح قلتلك لو تفتكر اللي يحسب مضبوطات الداخلية في ثلاثة أيام بس هيتخض حجم مزهل ده بيعكس حالة جشع غريبة غريبة أنا بيش يقولوا مش مصريين دولو هل ليه طيب جهود الدولة لضبط السوق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء واحدة واحدة بالترتيبه من على إيدك اليمين وانت بتتفرج على شاشة ايوان عندي إيدي كده زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمة مية وسبعين مليار جنيه حجم الاحتياطي في الموازنة بعد موجه الرئيس بزيادته بنسبة خمسين في المية فزادت أو زاد المبلغ بقى مية وسبعين مليار جنيه طيب هل حصل إنه الدولة رفعت إيدها عن الدعم لا هل ثابت الدعم زي ما هو لا بالعكس ده زودت من نسبة الدعم مية تلاتة وتلاتين وتمانية من عشرة يعني عمليا مية اربعة وتلاتين في المية نسبة زيادة دعم السلع التموينية تعالى كده نبص 2013-2014 يا مؤمن كان الدعم اللي بيصل للمواطن مفترض إنه بيصل للمواطن يعني خمسة وتلاتين ونص مليار جنيه ده اللي كان بيوصل للمواطن أول اللي بقى أرجع وقولك مفترض إنه كان بيوصل للمواطن الدولة خدت إجراءات كتير جدا من 2014 حتى هذه اللحظة وصلنا إلى إنه الدعم وصل لكام 83 مليار يقولك وأين الدعم بتقولك معا صيبين الغلابة لا بل للتجار أما للتلاتة وتمانية مليار دول إيه يا رجل ده كان زمان خمسة وتلاتين يقولك فين أيام زمان والنبي ما تقول الزمان يرجع زمان أبوس إيدك 83 مليار متأكد إنك عايزه يرجع للخمسة وتلاتين أنت متأكد واثق يعني أظن لأ أنت مش متأكد أنت أكيد مش عايزه يرجع للخمسة وتلاتين مليار أنت مبسوط أكيد بالتلاتة وتمانية ولا إيه يا رب تكون مبسوط أنت عرف أنا لو علي والله يا بجد أقول يا رب يجي يوم ما يبقاش فيه دعم خالص مش عشان إنه إحنا كده نسيب الناس الغلابة لا إنه ما يبقاش أصلا فيه غلابة جاية جاية ربك كريم وإحنا بنشغل مخنا مع بعض طيب 64 مليون مواطن بيستفيدوا من بطاقات التموين علشان السلع التموينية بطاقات التموين بتاعتنا بتاعت زمان دي هلو 64 مليون مواطن يعني تقريبا 64% من مصر بيصرفوا من بطاقات التموين هلو كده طيب و 72 مليون مواطن اللي هم بالتقريب 72% بيستفيدوا من البطاقات بتاعت الخبز اللي يا كلوت الخبز طيب الدولة بتتحمل 100% مش 50% ولا 70% ولا 90% 100% من زيادة سعر الأمح في العيش المدعم 100% يعني الزيادة اللي تحصل في الأسعار انت ملكش دعوه تحديدا فيه أمح العيش المدعم الدولة شايلها لوحدها شايلها لوحدها أظن أنت شايف ده ولا إيه طيب في الزيت بقى الدولة شايلة لوحدها 75% من ارتفاعات الأسعار 600 ألف بطاقة جديدة تم استخراجها لفئات أولى بالرعاية ومحدود الدخل من سنة 2018 عشان ليجي بيقولك يا جماعة ده أم خلاص بطالوا يطلعوا بطاقات تموي ومالي 600 ألف بطاقة دول إيه 600 ألف بطاقة يعني 600 ألف أسرة بالمناسبة يعني ماشي تعال بقى نشوف إيه الإجراءات اللي خدتها الدولة في تكليفات للمحافظين بشكل مباشر مش هقولك بقى الوزراء المحافظين بشكل مباشر تكليف المحافظين بتأكد بصفة مستمرة أن الأسعار اللي حصل فيها تغيير يبقى سعر عادل وأنه ما يحصلش أي مغالاة تحت أي ظرف للأسعار الاسترشادية الدولة بتحطها كده قايمة بالأسعار الاسترشادية ما يحصلش مغالاة علشان الكل ياخد مصلحته ولا أنا أخدها من الأول طيب هقولك من الأول خاص المحافظين يتم التكليفهم بمتابعة السوق ويتأكدوا أنه السلع كلها موجودة أنه ما فيش حاجة نقصة تمام طيب ولو حصل أي حاجة المحافظين يتدخلوا بشكل فوري ولا هم الصلاحية بعد كده يتأكدوا أن الأسعار اللي مطروحة في الأسواق ما احنا الأول بنشوف زكاة الأسعار السلع موجودة طيب والسعر أتأكد أن السلع متوافقة مع الأسعار الاسترشادية وأنه ما يحصلش مغالاة بعد كده وقف لي تصدير عدد من الحبوب وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية يعني المصريين أولى بيها في ظل الظروف الرهنة زي عدس مكارونا أمح دقيق فول حصة فول مجشوش وده المد التلاتة شهر نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تخلص قبل التلاتة شهور ومش حد في الدنيا يحب الحرب يعني طيب بعد كده وقف تصدير الزيوت بأنواعها الفريق والدرة برضو تلاتة شهور إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن اللي بتحددها وزارة التموين بالتحديد ويمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين اللي بتحددها الوزارة إذن المحافظين السادة المحافظين مشكورين متفضلين نقول لكم عليكم مسئولية قد كده في حماية المواطن كل في نطاق محافظته مسئولية قد كده بعد إذن حضراتكم مطلوب منكم بتوجهات رئاسية حضراتكم هتلفوا يماتي ما هو مفيش أهم دلوقتي من لقمة العيش يماتي عايز تعمل لجنة مطروكة ليه كفندم بس نرجو ما تطلعش فيه شكاوة عشان خطري مش عايزين شكاوة ليه مش عايزين شكاوة لأن الشكاوة هتسمع عندك هي هتتحل المشكلة على طول يعني هتتحل بس هتسمع عندك فأرجوكو محدش يقعد في مكتبه اليومين دول كتير انزل لف لفتك واتطمك في نطاق المحافظة قدر الإمكان ويبقى فيها عندك نوابك وعندك وكلاءك ونزي الفل أرجوكو 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 سلايد رقم 6 رأيي لكم طولوا بالكم معي عشان هما 11 سلايد من هذا النوع طيب تعالى نكمل ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار ومحاربة الغلاء ومن احتكار طيب توفير السلع بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء طيب أول حاجة تم تقديم موعد معرض أهلا رمضان فيبقى من يوم 15 مارس وده جديد طيب ويتم طرح كافة السلع بتخفضة بتتراوحة بين 15% أو 30% تاني 15% أو 30% أو 20% أو 7% بناء على إيه بناء على الأسعار اللي قبل الأزمة الأوكرانية يعني الأسعار اللي قبل يوم 24 فبراير من عام 2022 عشان تبقى أنت فاهم الدولة مصرة على مصلحة سيادتك طيب وعندنا 6740 منفذ دي إجمالي المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي في كافة أنحاء الجمهورية أكمل؟ نكمل 233 عربية قاعد عمالة بتلف بقى وتتنقل منافذ بيع متنقل لبيع السلع الغذائية بالأسعار المخفضة وتم توفير 233 عربية بالسلع 61 مجمع استهلاكي ومخزن وتلاج التجميد تم تطورهم علشان تبقى مستوعبة تلت وامتلت وتبقى المنتجات صالحة 100% الدواجن يتم توفيرها بأسعار مخفضة مع مين بقى؟ وزارة الزراعة اتحاد الدواجن في المنافذ التابعة اليوم فحضرتك عاوز تاخد الحاجة بالسعر التمام ونعلم على التاجر الجشع ونعلمه الأدب هات من منافذ وزارة الزراعة والتحاد الدواجن أرجوك لو سمحت ممكن بعد إذنك أركعلك على الأرض حضرتك علم على الجشع علم على اللصوص وبالمناسبة لازم تبلغ عنه أبلغ جهاز حماية المستهلك بلغ أرجوك ما تسكتش خط السخن هينزل لنا حالا انا هو شكرا انتها دايما نفكر دي بالموضوع ده هننزل الخط السخن دلوقتي لكن أنا أرجوك أرجوك علم على اللصوص فورا عندك المنافذ هي بتاعته ذات الزراعة وتحدي الدواجن هتاخد منها السعر المعقول طيب طيب و بإذن الله و بإذن الله و بإذن الله إطلاق المرحلة يعني 15 مارس زي كده المعرض بتاع أهلا رمضان ماشي عندنا بقى إيه تلات أنواع لحوم الخط السخن هو على الهوى بلغ عن الجشع والمفتري واللص والحرامي اللي عاوز ياخد الفلوس من جيبك غصب افترك طيب اللحمة عندنا تلات أنواع لحوم تم توفرهم بمنتهى الجودة لحمة سوداني موجود لحمة هندي موجود لحمة برازيلي موجود والأسعار كام عشان برضو محدش يشتغلك ولا يقولك مش عارف إيه وبالمناسبة الحاجات دي تليقى موجودة في المجمعات وفي العربيات اللي هما بقى 6740 منفذ و233 عربية و61 مجمع استهلاكي الأسعار من 55 ل95 ماشي طيب كله موجود من 55 ل95 اللحمة السوداني والهندي والبرازيلي ماشي الكلام طيب يعني يجي واحد أصلي بصوا بردو لعا طاعت الإخوان قال لك يا جماعة اللحمة المستوردة بقت بمية وخمسين جنيه يلا يا ألصوص يا أولاديل أي 55 ل95 قالوا لجلزينة مزهلين بصراحة أنا ما شفتش حاجة حقيرة للدرجة دي حقيقي أو طمن الموسع الرصيف العلد تاعت الإخوان دي طيب هلحنا ثلاث دقائق هي دقائق ونص وهتبدأ سلسلة الشيتيمة دلوقت على البتاعة على السوشيال ميديا ابلع السوشيال ميديا خليها لك طيب تعالوا نشوف اللي بعده يا جماعة سلايد رقم سابعة طيب طيب أنا أسميها دايما محاربة كموصوصية بصراحة 96.5% من إجمال الشكاوى الوردة لجهاز حماية المستهلك تم حلها خلال الـ 8 سنين اللي فاتوا علشان ما نجيش تقول الجهاز بيعمل إيه طيب وإحنا قبل كده عادنا مرة مرتين ثلاث مرات مع المهندس إيمان حسام وبالمناسبة وهنستضيف المهندس إيمان حسام تاني ونتكلم أكتر وأفضل أقول لك عايز حقك بلغ لو شفت حاجة مش عاجبك وكده كده احنا بنوفر لك الحاجة في المنافس وفي المجمعات والعربيات واللازي منه طيب كم شكوى كانت في 2014 وده بقى بيعكس مدى وعي حضرتك المجتمع المصري والله مجتمع زكي والله مجتمع واعي والله مجتمع بيفهم زمان في أول 2014 كان 28 أول 29 ألف شكوى دلوقتي 164 ألف شكوى أيوة كده خد حقك تلت ومتلت كله بالقانون وكله بالأصول وفي دولة تحميك عدد الجمعيات الأهلية بقى اللي مرخص ليها نشاط حماية المستهلك خلال الفترة اللي هي من 2014 ل2021 زمان كانوا 56 جمعية لحد سنة 2014 وصلنا ل85 جمعية طيب الحملات الموجهة لفحص الشكاوى اللي بترد من جمهور المستهلكين في الفترة من 14 ل21 زمان كان عندنا 125 حملة في 2014 سنة 21 وصلنا الكام 4148 حملة ألا يعكس ذلك وعيا لدى حضرتك فلسه إذا كان في حد من إخواتي المواطنين وأخواتي المواطنات مش مصدق أقول لك لا صدق الأرقام هي اللي بتتكلم الخط الساخن اللي احنا دعونا 19 5 8 8 صوروها بقى سهلة دي أنتوا بينا على الشرق حيلو جميل أهو الخط الساخن 19 5 8 طب الشكاوى على الواتساب هتلاقي الرقم 0 15 47 49 عايز تبعد فاكس 0 2 3 3 0 5 5 7 5 3 طب الموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg صوروها أنا بس بقول كده عشان تبقى أنت يعني شايف كويس واللي مش شايفني كويس يسمع وشيروها بالمناسبة بدل ما احنا بنشاير حاجات في الكلاموزيا شاير الحاجات دي على تويتر وشاير الحاجات دي على فيسبوك وحط الحاجات دي في فيديوز على تيك توك وبتاء وبمناسبة دي مشاهدات انت وتغيص مهم الصفحة الرسمية بتاعت الفيسبوك لجهاز حماية المستهلك موجودة طيب حضرتك عايز تقدم شكوتك باليد بإيدك كده تروح المقر الرئيسي للجهاز وفروعه المنتشرة بالمحافظات أهلا وسهلا ويا مرحب ومرحب اشتركوا في القناة